اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذلك بمشاركة الرئيس السربي أليكزاندر فوتيتش وأكد الرئيس السيسي خلال كلمة له حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات السربية كما أكد أن الاقتصاد المصري صمد أمام الأزمات والصدمات وحقق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا والعملية العسكرية في أوكرانيا وذلك بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السربي اطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كما شهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرنامج التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والبيئة والاستثمار والثقافة والفنون والإعلام والتعليم والتعليم العالي ودعم المعلومات وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعاون بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفنون الإفريقية بصربيا والإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرات لحملة جوازات الصفر الدبلوماسية والخاصة أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وصربيا ومدى تميزها خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز وخلال جلسة مباحثات على مستوى القمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصربي أليكزاندر فوتيتش في بلجراد أعرب الرئيس السيسي عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السربي أكد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات دعا رئيس الأوكراني فلوديمير رازلينسكي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على روسيا ردا على العملية العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا وذلك من أجل دفعها إلى استئناف محادثات السلام وقال زلينسكي في خطابه المسائي إن الحزمة السابعة من العقوبات الأوروبية المتوقع فرضها على روسيا ليست أداة كافية للضغط على موسكو إذا لم يتم إدراج الغاز الروسي على قائمة العقوبات المفروضة قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ملتزمون بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وقال أوستن في ختام اجتماع افتراضي مع وزراء دفاع خمسين دولة إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المساعدات الجديدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لافتا إلى أنها ستتضمن أربعة أنظمة صواريخ هيمارس المتقدمة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العملية العسكرية في أوكرانيا ستتوسع ميداريا في حالة تزويد الغرب كييف بأسلحة متطورة بعيدة المدى وقال لافروف إن أهداف العملية العسكرية تتضمن حاليا استهداف مناطق في دوناتسك والوجانسك واخيرسون وزابوريجيا وقال وزير الخارجية الروسي من تأثير أي عقوبات جديدة تفرض على بلاده مشيرا إلى أن الغرب استنفذ كل الجوانب المتاحة له لإضعاف الاقتصاد الروسي لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر أمامكم على الشاشة شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء